أهلا بكم من جديد في ثانية محطاتنا لهذا الصباح صادق الرئيس محمود عباس على قرار بشأن الحماية والسلام الطبية والصحية لتنظيم المسئولية الطبية في القطاع الصحي نعم وأكيد لضمان تحقيق التوازن بين المتلقي متلقي الخدمة الطبية والصحية وحماية حقوق وكرامة المؤسسة الصحية تفاصيل أوفع عن هذا القانون مع ضيفنا من داخل استوديو الأستاذ وسامة النجار الناطق مثل وزارة الصحة يسعد صباحكم يسعد صباحكم وأنتم كل أبنا شعبنا أهلا وسهلا فيك إذن فكرة هذا القرار والذي صادق عليه الرئيس محمود عباس بالأمس كيف تبلورت وماذا يشمن تحديدا هذا القانون يعني كثير كان الحديث عن إيجاد قانون للمحاسبة على الأخطاء الطبية وقانون يوفر حماية طبية للمتلقي الخدمة والمقدم الخدمة يعني للطبيب وللعامل الصحي وللمريض أيضا وللمؤسس الصحية تقريبا منذ عام تقريبا بلشت لجنة تشتغل من قرار مجلس الوزراء وضعت مسودي لهذا القانون واجتمعت هذا اللجنة فيها ممثلي من كل النقابات فيها جهات قضائية وفيها أيضا جهات قانونية وفيها أيضا ممثل مجلس الوزراء هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات وكانت تناقش بنود هذا القانون حتى وصلت إلى النتيجة النهائية بالشكل اللي يطلع فيه القانون وقدم لسيادة الأخ الرئيس وبناء علي تمت المصادقة لهذا القانون بتحدث عن أولا واجبات مقدمين الخدمات الصحية ما هي واجبات الطبيب ومن يعمل في المختبر والتمريض والأشعة وغيره والمسئولية المريض يتحدث عنه ثم يتحدث عن الخطأ الطبي وكيفية حدوث الخطأ الطبي والتمييز المسئولية في تحديد المسئولية في حدوث الخطأ الطبي ومن ثم يتحدث عن الإجراءات المتعلقة بالتدقيق والتحقيق في حدوث الخطأ الطبي ومن ثم في العقوبات المرتبطة بإذا ثبت وجود الخطأ الطبي سواء على مستوى المؤسسة أو على مستوى القضاء كيف يتم معالجة هذا الموضوع وهذا أيضا ربط بإنشاء صندوق لتعويض متضررية الأخطاء الطبية بتمويل من قبل المؤسس الصحي نفسها يعني إذا كان المستشفى في القطاع الخاص مسؤولية المستشفى هو أن يوفر هذا الصندوق لمتضررية الأخطاء الطبية إذا كانت وزارة الصحة ومسؤولية وزارة الصحة هذا الأمر نعم أستاذ أسامة قبل هذا القانون أنه يصادق عليه من قبل الرئيس كان إذا حدث أي خطأ طبي في أي مستشفى في فلسطين كان إذا بيلجأوا الأهالي للمحاكم ويطلبوا بحقهم أو يحاكموا الطبيب كان يكون الرد يعني أغلب المحاكم يعني يا إما تؤجل يا إما تلتغى ما يصدر فيها أي قرار لأنه القانون ما كان موجود ما فيه قانون واضح وصريح بنص على أنه هذا هو خطأ طبي يعني ما فيه إشي بيحكي لك أنه إذا حدث كذا للمريض فهو خطأ طبي وأنه الطبيب يحاكم هلأ هون شو الإختلاف في هذه الحالة؟ يعني أولا هذا القانون يستطيع المواطنين يتعرضوا لأخطاء طبية التقاضي من خلاله وفيه البنود واضحة جدا وإن كان لساته يحتاج إلى لائحة تنفيذية يعني بالشكل الموجود عليه هو عبارة عن نقول هيكل عظمي بناء أساس لبناء مشروع يعني نوع من الشروع في تأسيس أنظمة وقوانين تحكم هذا الموضوع هذا يحتاج إلى لائحة تنفيذية تفصيلية تفسر كل البنود الموجود فيه ولكن على الأقل هذا القانون حدد للمسؤولية الطبية وتستطيع من خلال تحديد الخطأ الطبي ومن ثم هناك لجان ثابتة شكلت بقرار من خلال هذا القانون تشكل بقرار مجلس الوزراء هذا اللجان تبقى ثابتة لفترة زمنية ثلاث سنوات وممكن أربع سنوات تبقى ثابتة مسؤولية التحقيق في كل الأخطاء الطبية التي تصل فيها شكاوى إلى المؤسس الصحي سواء وزارة صحة أو قطع خاص الجانب الثاني أن هذا القانون حدد مسؤولية التعويض كمان يعني سابقا ما في كان قانون إلا قوانين العقوبات العادية اللي كانت تعاطي معها من خلال قوانين الإنسان يشتكي قضية جنائية أنه هذا المريض مات كأنه قتلته يعني أو عملت له شيء الجانب الآخر أنه مشكل ما يتحدث عنه أنه خطأ طبي أيضا هو خطأ طبي هناك الكثير من الأمور التي كان يتم التشير بها أنها خطأ طبي مضاعفة طبية وبالتالي هذا الجانب التفسير ما بين خطأ الطبي والإهمال الطبي والمضاعفة الطبية هذا كمان القانون فسروا وبدي يوضحه كمان باللاحة التنفيذية وبالتالي يصبح الجانب هذا مهم جدا أنه أولا إثبات الخطأ الطبي يحتاج إلى إجراءات حتى يتم إثباته والتأكد أنه خطأ طبي لأنه عندما تمس بإنسان يعمل بالقطاع الصحي أسمعته هي فوق كل الاعتبارات وبالتالي لا يجوز نشر أي شيء مثلا عن الإسم وعن عائلة وعن المؤسسة اللي يشتغل فيها حتى لا تمس سمعته لأنه إذا مست ولا كل القوانين والأنظم ولا كل القضاء بيترجع له إياها حتى إذا كان بريء إذا كان مدان هذه قصتان الإدانة تعني في إجراءات قضائية في محاكم في كل هذه الأمور في تعويضات هو يمكن أستاذ أسامة صارت حالة من الفوضى يمكن في أكثر من حالة سواء كانت خطأ طبي أو مضاعفات وصار لبس عند الجمهور والسياء في المقابل صار لبس عند الجمهور فيما يتعلق أنه هل هذه مضاعفة أم هل هذا خطأ طبي على منطقة المسئولية وفي المقابل كان هناك السياء من الجمهور الأطباء لأنه في أشياء كانت كيدية وكان في تهجم ربما على طواقم الطبية في بعض المستشفيات وهون الأهمية مثل هذا القانون الذي يحمي حق كل الطرف نعم صحيح وبالتالي بوضح مسألة يعني إحنا كمان أذكر في برامجنا بالفلسطينية يعني سواء برنامج الطبي وأيضا في برنامج لازم نحكي كان هناك جهد من أجل يعني توضيح مسألة المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية الناتجة عن إهمال يعني وهذا مهم أن الجمهور يكون واعي لهذه التفاصيل بالتأكيد أولا ما كان الإجراءات يعني كما يعني ما فيش شيء إطار قانوني يستطيع من خلاله أن يعمل من خلالها الآن أنت وجدت الإطار القانوني اللي يستطيع أي لجنة من اللجان تعمل من خلاله في إجراءات موضحة من مادة بمواد وبأبواب لهذا القانون واضحة جدا كما ذكرت تحتاج إلى لائحة تنفيذية لائحة تنفيذية أيضا سيتم وضحها تحتاج إلى إنشاء صندوق التعويضات لهذه الناس سابقا كان هناك يصير جدل أنه هل هذا خطأ طبي أم لا مش خطأ طبي وتأخذ إجراءاته فترة من الزمن حتى يثبت أنه هل هو خطأ أو غير خطأ لأنه كمان مش من السهولة أنه تتحدث عن مشكلة حدثة مع مريض بعد إجراء طبي ما أن نقول أنه هذا خطأ طبي أو مضاعف ناتجة عن المرض تبع هذا المريض هذا كان صعوب الآن نقترب إحنا شوي شوي من وضع مبادئ وأسس أنه يستطيع من خلالها أنه نميز ما بين الإهمال ما بين الإهمال بقص طبعا ما بين الخطأ الطبي وما بين هذا هذا فيه مسؤولية أيضا عن وزارة الصحة البرتوكولات تبع توزارة الصحة أن تكون واضحة أنه الإنسان في إجراء طبي من ألف إلى الياء بدي يمشي من خلاله في كل نوع من حالات المرضية اللي ابتصلوا وبناء على نستطيع أن نقول أنه مشى بالإجراءات وكانت النتيجة غير متوقعة أن المريض توفي أو يصيب بعاقة ولكن أخل بالإجراءات وأصيب المريض هنا لك فرق والمريض رفض حتى الإجراء الطبي كمان ولا لك فرق وبالتالي القانون فصل هذولا كمان ووضحها بشكل واضح وحدد متى تكون المسؤولية الطبية على كل جهة أو على المريض أو على المؤسسة نفسها المرفق الصحي أو على العامل الصحي بشكل واضح نعم هناك ممكن يكون إجراء بحق المستشفى نفسها وممكن يكون إجراء بحق الطبيب نفسها بالتأكيد يعني حسب طبيعة هذا الخطأ بالتأكيد تمام أنت بتكون صنديق التعويض بتكون جاهزة خلينا نحكي أو متوفرة في هذه المستشفيات هل لا يجب يعني سيبدأ بعد القانون سيقراره من قبل السيد الرئيس وتوقيعه سينشر في الجريدة الرسمية وبعد ذلك يصبح نافذ وسار المفعول فورا يعني ستبدأ الحكومة وبزارة الصحة ببحث في قضية انشاء صندوق للتأمين ضد الأخطاء الطبية أو التعاقد مع شركات تأمين وطنية ربما في هذا الموضوع بآليات وأساس محددة وأيضا التحتة يعني التعويضات ستكون بسقف محدد يعني لن تكون مفتوحة بصراحة ستكون لها سقف مالي معروف وليست مفتوحة يكون بهذا الجسم ومن منطق ما نسميه إحنا جبر الكسر عند الأهل يعني توفي لهم مريض نتيجة خطأ طبي كل أموال الدينية لن تعيد هذا المريض ولكن على الأقل هو نوع من التعويض المعنوي إلهم أنه يعني في ناس واقف معهم وناس بيقروا مثلا بحدود الخطأ الطبي في نفس الوقت إذا كان طبيب قد ظلم بقضية وجود خطأ طبي أن يعاد إلو حقه أنه لم يكن خطأ طبي كان عبارة عن مضاعف طبي ناتجة عن إجراء طبي تم نعم وكمان يعني فيما يتعلق بشركات التأمين يعني هناك عادة هي كمان تتكبد الكثير من الخسائر يعني بسبب هذه الأخطاء الطبية والتعويضات اللي ممكن تقدمها هذا كما ممكن يحمي أو لأن الأشياء بتكون هنا أوضحة يعني حتى الآن شركات التأمين هذا الجانب لا تغطي في فلسطين يعني لا تغطي التأمين ضد الأخطاء الطبية الآن بما أنه أصبح هناك ربما صندوق سيكون هناك أليات أخرى للتعاطي مع هذا الموضوع سواء عبر شركات التأمين أو كما ذكرت ربما بإنشاء صندوق وطني داخل الوزارة يكون موجود وتابع للوزارة الصحة ومن خلاله تتم الإجراءات جميعاً نعم أنا عندي سؤال فيما يتعلق بالإعلام كمان لأنه لما صارت مثل هذه الإشكاليات كان هناك تصابق يعني في نشر أو التهجن خلينا نحكي أو التشهير يعني بتحول الموضوع مش من حقائق ونقل العلومات يعني بصير جدل عام صحيح لما بصير في يعني مس بأشخاص معينين مثلاً طباء أو مستشفيات كمان ممكن كفير تم نعم كفير تم تشويع حقائق والروايات كانت تنقل على لسان طرف غير طرف آخر أن تنقل على لسان الأهل لا تنقل على لسان الجانب الطبي أو العكس تماماً وبالتالي كان يجب أنه دائما نعبداً في هذه الجوانب بالذات لأنه لها حساسية مرتبطة ببعد اجتماعي وبعد عائلي وبعد وطني أيضاً أن يكون توخي الدقة والحضر فيها في قضية الحديث عنها وحتى في الإجراءات المذكورة بالقانون أنه لا يجوز نشر أي معلومات أو تشهير أو أي قضية بأي قضية ما لم يصدر حكم قضاء قطعي يعني خلاص المحكمة حكمت وقالت كلمتها الأخيرة أنه في إجراء ما بعد ذلك يسمح بنشره الحديث في الموضوع بشكل مفتوح ولكن أن يبقى الأمر بهذه الطريقة أنه مفتوح في المجال فيه بالحديث قبل ما يحدث الإجراءات كمان هذا أمر مرفوض وكما ذكرت من يعمل في القطاع الصحي عمله هو سمعته وبالتالي إذا مست سمعته وهذا الأمر يؤدي إلى توقفه عن العمل وانتهاء حياته يعني هذه النقطة تأتي ضمن أهمية هذا القانون للمؤسسات الصحية صحيح؟ أشفي كمان أهمية لهذا القانون بالنسبة للمؤسسات الصحية ولا طب؟ أهمية لها أنه يوفر حماية لهذه المؤسسة أيضا من العبث أنه هذا خطأ طبي وغير خطأ طبي ويمكن الجدل كان كبير جدا في النقاش أن نصل إلى مرحلة ويعذرون المحامين يمكن يزعلوا شوية أنه يكونوا واقفين المحامين على أبواب المستشفيات ينتظروا حدا يخرج وعنده مشكلة صحية وقلوا له تعال أنت يمكن يكون في شبهة خطأ طبي عندك وندخل في قضية زي ما المأساة التي يعاني منها مستشفى المقاصد بالقدس عندما يذهب المحامين والتعويضات الإسرائيليين للبحث عن المرضى الفلسطينيين ويحصلوا على تعويضات بالملايين من مستشفى المقاصد لضرب هذه المؤسسة الوطنية في القدس بهذه الطريقة لا يحدث هذا الأمر وبالتالي كان الحذر شديد جدا في صياغة كل نقطة تتعلق بالقانون وإثبات الخطأ الطبي إثبات أن هذا الأمر هو خطأ طبي هذا يخضع لإجراءات ربما تكون صعبة ومعقدة ودقيقة جدا ولكن ليس بالسهولة أن نصل نقول أنه في خلال ساعات نقول هذا خطأ طبي وهذا ليس خطأ طبي هذا فيه إجراءات واضحة ومعالمها بارزة في القانون ولا تأويل التقويل أو الشك عن التأويل نظل نقول هذا أو هيك لا واضح واضحة بالضبط إضافة للاحة التنفيذية للاحة تفسر بنود هذا القانون ستؤدي في النهاية إلى أن يكون أكثر وضوحا وأكثر دقة وأكثر شمولا في تفسير كل هذه الأمور أستاذ أسامة هل كان نقابة الأطباء وأيضا ربما لجان طبية جزء من صياغة هذا القانون بالتأكيد كل النقابات في هناك موافقة يعني من قبل كل النقابات كانت موجودة أنا كنت عضو في اللجنة كرئيس للتحاد نقابات المنصحية وليس كوزارة صحة شاركنا فيه كل النقابات كانت موجودة في هذا القانون وناقشت كل بنوده ووضعت اعتراضاته ونقاشاته النيابي كانت موجودة للسيد أحمد براك سيادة للسيد أحمد براك النائب العام كان هناك إجماع من قبل كل هذه الأيئات كان هناك بعض وجهات النظر المتفاوطة بهذا الموضوع وكان هناك ملاحظات كثيرة جدا عدلت عدة مسودات عدة مرات حتى وصل إلى الصيغة النهائية وإن كانت حتى الصيغة النهائية أحيانا يعني في بعض البنود فيها يعني موضع نقاش ما زال لأن في عدم وضوح فيها ولكن الأمر كان أن القانون يجب أن يخرج وبحاجة إلى لائحة تنفيذية الآن لائحة تنفيذية ستوضح يجب أن تضبط بشكل مرتبط بأبواب القانون ومواده بحيث تحلل الإشكاليات التي كنا نراها في القانون نفسه نعم أستاذ أسامة يعني بعيدا عن حماية الأطباء من تشويه السمعة خلينا نحكي كمان حماية المصعفين اللي بكونوا متواجدين دائما في المسيرات خلينا نحكي المسيرات السلمية جراء طبعا تعرضهم للاعتداء ممكن من قبل الاحتلال خلينا نحكي كيف ممكن تحموا هذول الأشخاص يعني هذول العاملين في القطاع الصحي محميين بموجب اتفاقية جينيف اللي بتحرم على الدولة المحتلة أن تمسط طواقم الطبية اثناء تدية عملها وخاصة في أماكن اللي بيكون فيها مواجهات أو حرب أو هالما جراء ولكن الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن لا يقيم وزن لأي اتفاق دولي ما زال يعتدي على كل الطواقم الطبية يمنع حركتها ويعرقلها يمنع تنقل طواقم الطبية لوزارة الصحة بين القرى والمناطق النائية وخلف الجدار يمنع إيصال الأدوية المعدات الطبية يعتدي على المسعفين في المسيرات والمواجهات التي تكون في المواقع المواجهات يمنع نقل الجرحة يعتقل الجرحة من سيارات الإسعاف يطلق النار على المسعفين وقتل مسعفين اثنين في قطاع غزة يطلق النار على سيارات الإسعاف وبالتالي لا يقيم وزن لذلك نحن في وزارة الصحة نرصد هذه الاعتداءات بشكل دوري نوثقها يتم إرسالها لكل المؤسسات الدولية والمنظمات العاملة مع وزارة الصحة الفلسطينية بالإضافة لذلك لدينا لقاء دوري مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان نلتقي فيها بشكل دوري كل سنة طبعا هي يمنع دخولها إلى فلسطين من قبل الاحتلال وبالتالي يتم اللقاء معهم في الأردن نقدم تقرير ثابت وموثق حول الاعتداءات الإسرائيلية على طواقم الطبية أخذ إجراءات عملية على الأرض بوقف اعتداءات الضواقم الطبية لكن للأسف حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء وبالتالي هذا فتح شهية الاحتلال أكثر لزيارة ضغطهم ومارسة الضواقم الطبية بهذا أصبح يتعامل معهم كأنهم نوع من المقاتلين أمامه ويطلق النار عليهم ويعتقلهم ويعتدي عليهم بكل الوسائل هذا كمان أمر حساس جدا وخطير جدا أنه هذا أصبح يمس جوهر الخدمة الصحية المقدمة بشكل خطير جدا في فلسطين نعم مهم جدا استفادة من كل بنود هذا القانون متى سيكون أو هل هو نافذ الآن هل بحاجة ربما لبعض اللمسات الأخيرة نعم هو القانون يصبح نافذ في الإجراءات الفلسطينية بعد نشرف في مجلة الواقع الفلسطيني في الجريدة الرسمية يعني ينشر بعد أن ينشر يصبح يمكن التقاضي فيه والتعاون معه وبالتالي تبقى الإجراءات المتعلقة فقط باللائحة التنفيذية وصندوق التعويض واللجان التي يجب تشكيلها من خلال هذا القانون اللي نص عليها القانون هذا الأمر كمان جيد وفي نقطة كمان بتوضح أن القانون أيضا يحمي العاملين في القطاع الصحي من خلال منع الاعتداءات عليهم هذا أمر آخر لأنه لم يكن هناك قانون كانت عفنجان قهوة يحلوها ينضرب الطواقم الطبية ويتكسر المؤسسة صحية الآن هناك قانون يحاكم من يعتدي على الطواقم الطبية أيضا ويحاسبهم وأرجو أن يكون هذا القانون هو نوع من الردع لممارسة البلطجية وأخذ القانون باليد من خلال الردع هذه الممارسات الخاطئة التي كانت تتم سابقاً والحفاظ على كرامة للجهة الطبية سؤال الأخير حب أسأل عنه هل يشمل هذا القانون أيضا الصيدليات إذا كان عندها أدوية منتهية الصلاحية أو تم إعطاء أدوية بدون رشاة هل يشمل هذا القانون إشأة حقاً؟ نعم إذا كان نتحدث عن خطأ الطبي القانون يشمل كل من له علاقة بالخطأ الطبي سواء نتحدث عن صيدلية أو مختبر أو علاج طبيعي أو أشعة كله يخضع لنفس النظام في الخطأ الطبية لكن صيدلية أيضا تراقب من خلال جهات رقابية عديدة في وزارة الصحة وجهات رقابية أيضا في نقابة الصيادلة وبالتالي متابعة بشكل حثيث جداً وهناك إجراءات فرق التفتيش تقوم بشكل دوري للطلاع على الأدوية الموجودة هل هي مسجلة أو غير مسجلة تاريخها صلاحيتها الأدوية التي تحتاج إلى وصف طبيها هل يتم الالتزام فيها للأدوية الخطرة جداً العقيقير الخطرة السمية كل هذا الأمر يتم مراقبته من خلال جهات رقابية أخرى في وزارة الصحة نعم نشك أنه هذا جهد كبير حقيقة ويثمم لأنه كمان هذا يقلل من الوقت والجهد والمال المهدور وليدفع ثمن المواطن الفلسطيني سواء في قطاع سواء كان طبيباً أو مريضاً نشكر لكم هذا الجهد ونباركه ولكل طبعاً اللي كانوا قائمين عليه شكراً لوقتك وساعد شكراً لك ويعطيكو ألف عافية شكراً ننتقل إلى فصل نعم ننتقل إلى فصل قصير وسنكون مع محطتنا من مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدين نتمنى ترافقونا شكراً لكم